حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن صلى الله بن شرحبي لا عن حبة وسواء ابني خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال لا تأيس من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل حدثنا الأعمش عن صلى الله بن شرحبي لقال سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء فأعناه عليه فلما فرغت عالنا وقال لا تأيس من الخير ما تهززت رؤوسكما إن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه حنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بن تميمين فقالوا يا رسول الله سوك قال سويا سويا قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سمعته ترجمة نانسي قنقر